تجه طرح لقاح كورونا معضلة قد تعيق العملية قراصنة كومبيوتر نعم متسللون محترفون يستهدفون سلسلة التبريد الحيوية التي تحمي اللقاحات أثناء التخزين والنقل أمر مثير للقلق فلقاح شركتين فايزر وبيونتك والذي حصل على أول رخصة للتداول في العالم يحتاج إلى الحفظ في حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر خطورة الأمر دفعت الانتربول وشركة آي بي أم للتحذير من أن تلك الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى سرقة وبيع حاويات الشحن للقاح في الأسواق السوداء وحتى بيع لقاحات مزيفة ورجحت الشركة أن هذه الهجمات الإلكترونية جرت برعاية دول وليست من تخطيط وتنفيذ مجرمين بشكل منفرد باعتبارها معقدة وتستغرق وقتا وتحتاج لموارد مالية كبيرة أما عن طريقة تسلل تلك المجموعات فهي في الواقع تبدو بسيطة يبعث القراسنة برسائل إلكترونية إلى منظمات عدة منتحلين شخصيات مختلفة لأخذ معلومات من العاملين هناك تحذيرات صارمة من مشكلة سيبرانية متنامية تزايدت خطورتها بالتزامن مع استئناف السفر الدولي تدريجيا في الأشهر القادمة هذا الاستئناف لن يكون عاديا فبعد أن عطل فيروس كورونا صناعة الطيران حول العالم الآن سيترك لقاح الفيروس الباب مفتوحا لأكبر جسر جوي يشهده العالم فوفق تقديرات صدرت عن اتحاد النقل الجوي الدولي سيتطلب توفير جرعة واحدة لسكان العالم ثمانية آلاف طائرة من أكبر طراز وقدر الدراسة مولتها شركة دي ايتشال أن نقل عشرة مليارات جرعة سيتطلب 15 ألف رحلة إذن على ما يبدو عملية نقل وتوزيع اللقاح تواجه بعض التحديات كلها تتمحور حول آلية التبريد ما بين تصاعد الهجمات الإلكترونية لعرقلتها وضمان توفير أكبر شبكة نقل جوي للقاح ترجمة نانسي قنقر